السلام عليكم مرحبا بطلاب مادة الرسم الهندسي في هذا الفيديو راح أشرح لكم كيف طلع قيمة A وكيف طلع قيمة B طبعا قيمة A هي عبارة عن المسافة الفاضلة تتركها بين كل view المسافة الرقية والB هي المسافة الرأسية فبداية قيمة A هنا 400 بمعنى عرض الصفحة و 240 طول الصفحة بالمليمتر طبعا هذا شيء ثابت لكل قيمة A وB القانون المتبقي راح نشتقى من المطلوب ومن الرسمة فعند المطلوب الأول front view و top view ثم left side view هو شيء كيف نحدد front view طبعا لو حددتنا هذا front view راح طبعا يكون يسارة دائما left side view فالأكس فلا نطلع قيمة X و قيمة Y و قيمة Z فالأكس دائما مرتبط بال front view فعندنا هنا 20 زائد 140 زائد 20 حوالي 180 مليمتر طيب ممتاز ثم left side view دائما مرتبط بال Y فالY تاوي 80 والزد هو المعروف الارتفاع فهندنا 15 زائد 50 زائد نسف قطر دائرة 30 يعني خوالي 95 مليمتر طيب ممتاز الآن سنرسم رسمة فتراضية سنرسم سنرسم هنا front view وهنا left side view وهنا top view ممتاز طبعا عندنا في front view يحتاج أن نستخدم فقط إحداثيين وهما ال X والارتفاع وهو Z وهنا رح يكون X وهنا رح يكون Z ممتاز في left side view رح نستعمل Z و رح نستعمل ال Y فهنا Y والرأسي Z وفي top view رح نستعمل إحداثيين اللي هو X وال Y فهنا رح يكون X وهنا رح يكون Y ممتاز فعندنا A هو عرض الصفحة 400 مليمتر ناقصا اللي هو اللي هو اللي هو قيمة اللي هو X وال Y ف X زائد Y ممتاز وفي B المساغة الراسية اللي هو Z و Y إذا كان Z الوحدة نبتب Z الوحدة إذا كان Y الوحدة نبتب Y الوحدة ممتاز طب نقص ملاحة عدد الفراغات اللي هنا فعند الفراغين واحد وعند الفراغين اثنين وعند الفراغين ثلاثة ف لا أفي الاوكفي يجعل في السؤال فقط front view و top view مطلوب فعندما نرسم رسمة شبه أسراضية سوف يكون عندنا هنا front وهنا top view الفرونت طبعا x و z ممتاز و top x و y طبعا قيمة A قانون A ستغير هذا الثاوك 400 ناقص الخط الأفقي x لحده بدون y لأنه لا يوجد y قسمة الفراغات واحد وهنا اثنين فتحط هنا اثنين بالنسبة للب نسبة القانون 240 ناقص y زائد z و العدد الفراغات ثلاثة نقسم معنا الثلاثة و صلى الله وبارك على النبينا محمد و الله التوفيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة